دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لأبدانهم من الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ولي الأبرار ولي الصائمين القائل في كتابه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله خير من صلى وصام وخير من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام خير من صار البوادي وخطب النوادي قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرف برسالته المنابر أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم كيف نستقبل رمضان إي وربي كيف نستقبل شهر الرحمات شهر المغفرة شهر القربات شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أنت في نعمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون رمضان الماضي كان هناك من صام معنا وقام معنا ورتل القرآن أين هم الآن بل إن رمضان هذا الذي يقف على الأبواب ربما غدا ربما بعد غد إنما هناك أناس يعانون من المرض لا يستطيعون الصيام ولا يستطيعون القيام حتى ولا يستطيعون ترتيل القرآن أنت في نعمة أيها المشاهد الكريم أو ليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوما ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها فقولوا جميعا الحمد لله على نعم الله الحبيب النبي كان له مع رمضان استقبالا فيه تشريف فيه بحجة فيه سرور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف النبي بين أصحابه وقال أتاكم رمضان شهر مبارك يا الله لو لم يقل النبي إلا هذه الكلمة لكفت والله لما لأن هذا الشهر مبارك على الفقير مبارك على الغني الشحيح مبارك على العاصي حتى يتوب مباركا على الطائع لأنه تعل الدرجات ويقترب من رب الأرض والسماوات ويكون بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة أعدها رب الأرض والسماوات أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة يا الله قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون لعلكم تحرمون لعلكم لأموالكم توفرون لا وربي إنما قال لعلكم تتقون التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل رجل يسأل سفيان السوري يسأل سفيان السوري فيقول له يا إمام ما التقوى قال هل مشيت في طريق فيه شوك في يوم من الأيام قال نعم إي وربي مشيت قال له ماذا صنعت قال نظرت فاتقيت ثم مشيت يعني نظرت إلى هذا الطريق وتجنبت الشوكة ومشيت في المكان الذي فيه الشوك قال كذلك التقوى أن تمشي بنور من الله على تقوى من الله ترجو ثواب الله وتخاف من عقاب الله ثم يكمل النبي فيقول صلى الله عليه وسلم فيه تفتح أبواب الجنة وفي رواية فيه تفتح أبواب الرحمة وفي رواية فيه تفتح أبواب السماء صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إي وربي تفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب الرحمات لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله النبي يقول فيما يروي أبو هريرة من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا وفي حديث في رواية أبي سعيد للخدري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها رسول الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أخي الحبيب الخريف لا يأتي في العام إلا مرة ولكن أطلق النبي البعض وأراد الكل فإذا مضى سبعون خريفا مضى سبعون عاما إذن عندما تصوم يوم تطوع لله عز وجل فإن الله يباعد بينك وبين النار سبعين خريفا أو سبعين سنة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت في نعمة وربي لماذا؟ لأن أبا هريرة يروي حديثا عن رسول الله كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم قال الحبيب النبي من صاماً رمضاناً إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه يا الله يا صاحب الذنب لا تحزن يا صاحب الكبير لا تحزن أرسل الله إليك شهراً إذا صمته غفر الله لك الذنب وسطر عليك العيب ورفع لك الدرجات ورفع لك المقامات حتى تكون بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بل تنظر إلى وجه رب الأرض والسماوات اللهم اجعلني والمشاهدين منهم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين أمت ولي ذلك والقادر عليه هل توقف الفضل؟ هل توقف الخير؟ لا وربي بل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم قال رسول الله من قام رمضانا إيماناً أي بالله واحتساباً أي للأجر من عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه أيها الصائم إذا رأيت الهلال فقل الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نسألك فيه السلامة والإسلام والإيمان وما يرضيك يا رب العالمين ربنا وربك الله هكذا كان يفعل رسول الله أيها الصائم لك باب مكتوب عليه باب الريان قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باباً يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ينادي مناد أين الصائمون فتقوم أنت وتقومين أنت وأكون معكم إن شاء الله فيدخلون من هذا الباب فإذا دخلوا لا يدخل أحد غيرهم يا الله والله أنت في نعمة أنت في نعمة استخبر رمضان بالتوبة الله ينادي علي وعليك فيقول وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا عم الشيخ توبت إيه؟ أنا ارتكبت الذنوب ارتكبت الكبائر أكلت الربا قطعت الأرحام آذيت الجيران آذيت المسلمين آذيت غير المسلمين هل من توبة الله ينادي عليك فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم من الغفور؟ من الرحيم؟ الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء عن أنس بن مالك قال بينما النبي بين أصحابه فجاء رجل بيض شعره واحدود بظهره وسقط حاجباه وأكلته السنون والأيام وزارته الأسقام فإذا به يتكي على عصى ويقف بين يدي رسول الله ويقول يا رسول الله أرأيت رجلاً ما ترك ذنباً إلا اقترفه ولا ترك حاجةً ولا داجةً إلا فعلها يعني ما ترك من ذنب ولا صغيرة ولا كبيرة إلا اقترفها وأصاب منها الإثم وأصاب منها الذنب ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يكمل الرجل فيقول لو قسمت ذنوبه وخطاياه على أهل الأرض لوسعتهم ألي هذا الرجل من توبة يا رسول الله فنظر إليه النبي والرجل قد وضع عصاه تحت ذقنه والصحابة ينتظرون الجواب من رسول الله وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين فقال له الحبيب النبي أو أسلم أسلمت أيها الرجل قال إي وربي يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً قال النبي يغفر الله له يغفر الله له قال وغدراتي وفجراتي قال يغفرها الله لك فولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر فيقول أنس أعطنا ظهره وولنا ظهره حتى سمعنا تكبيره وهو يقول الله أكبر فرحاً بتوبته وفرحاً بتوبة الله عليه وفرحاً ببشارة رسول الله له إذن أخي الحبيب لو صمت هذا الشهر ورتلت القرآن وأعطيت الفقراء والمساكين من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك من فضل المال أكرمك الله ومحى عنك السيئات ورفع لك الدرجات حتى كنت بجوار العرش عرش رب الأرض والسماوات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أخي الحبيب طيب معنا إن شاء الله لسازمونة السلام عليكم ورحمة الله ممكن أسأل بسها بريتك ثلاث أسئلة فضالي يا أستاذ مونة أولاً أنا عندي مامتي ستة جديدة في السن هي بتطوم بكل حاجة بس ما بتصليش خالص ماشي ثانياً عندي بابايا بيصلي وكل حاجة بس بيصلي الصلاة كلها بالفتحة ماشي مش حافظ غير الفتحة يا أستاذ مونة أو لأنهما اللي اتنين مش متعلمين خلاص ماشي ثالث حاجة أنا مؤفع أخويا الكبير لو أنا بصعر ما بتعملش معايا بقالي شنتين أو سنتين ومصر السبب دنيوي يعني أنتم جبغاء عشان سبب من أسباب الدنيا ولا عشان خطر حاجة لا لا عشان خطر هو شايفني إن أنا واش وكمان عشان أنا حالان أنا عندي 27 سنة وليسا ما تجوزتش فهو عايز يجوزني لأي حد أي واحد مشارط هو مين أو ابني مين مشارطة حاجة إن أنا نتجوز ويخلص مني لو خلاص تمام يا أستاذ مونة أي سؤال آخر ويريدت ده المامتي وبابايا ربنا يعني الزوم يقصي لكعبة بس مش أكثر من كده ولي ربنا يوسعني في حياتي حاضر يا أستاذ مونة حاضر أبشري كل سنة وحضرتك طيب يعني سؤال يا أستاذ مونة أمي لا تصلي وتصوم فسبحان الله أول ما يسأل عنه العبد في قبره الصلاة فإن صلحت كان ما بعدها أهوا وإن فسدت كان ما بعدها أشد يعني سبحان الملك الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء عندما يدخل الميت إلى قبره فإن كان من أهل الصلاة جلست الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصدق عن شماله وفعل الخيرات عند قدميه والقرآن يطوف حوله فإذا جاءه الملكان أراد أن يوقباه من عند رأسه تقول الصلاة لا دعاه فكثيرا ما كان يسجد لله من عن يمينه الزكاة لا الصدق من عن شماله لا فعل الخيرات عند قدميه لا فينادى عليه نداءا رقيقا يا عبد الله قم للسؤال فيقوم وكأنه في دار الدنيا وكأن الشمس عند غروبها فيقول لهما دعاني حتى أصلي العصر فيقول له الملكان عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لك إن شاء الله أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبّى يا أمه لا يصح لك صوم حتى تصلين إن شاء الله لأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر السؤال الثاني للأستثم هنا أبي يصلي بالفاتحة فحسب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها ولكن يا أستثم هنا عندك أخ وانتي وحضرتك حفظيه الإخلاص قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هيحفظها إن شاء الله ويصلي بالفاتحة وبصورة من الصور الصغيرة التي حفظها أما مقاطعتك لأخيك فأقول لك يعني هوني عليك خذي هذه الهدية من رسول الله أتريدين العفاف؟ أتريدين الستر؟ أتريدين الزواج؟ وانت يا ابن يلا عليك دين أتريد أن تتزوج؟ خذ هذه الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على أعتاب شهر القرآن شهر الرحمة شهر المغفرة شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في صلاة خضاء الحاجة عندما تصلي ركعتين وتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار واسأل الله ما شئت من أمر الدنيا والآخرة الدعاة ده طيب معنا الأستاذ الردوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ماذاك يا شيف الله يسطورك يا بنتي تفضلي ألو أسمعك تفضلي يا أستاذ الردوى ممكن أن تسأل تفضلي حضرتك سامعك هو غازيلي الأسلام بالفرشة في رمضان يفتر حاضر أجيبك إن شاء الله ممكن أن تسأل ثاني تفضلي أنا أختي رمضان اللي فات قد فترة عشر أيام علشان كانت تعبانا وكده وده رمضان دخل علينا وإيه ما صامتش الثلاث أيام منه طيب يا أستاذ الردوى التعب ده والمرض ده كان مرض يرجى برقه يعني يرجى شفاءه يعني كانت تعبانا مثلا بدون سخونية عندها أنمية حدة ولا كانت حامل ولا كانت بتردع يعني إيه التعب إيه نوع التعب لا إيه كانت حامل وده جاتر رمضان لازم تفتل تمام تمام وما صامتش لغاية رمضان طبعا ما أجيها عليها أريد أنت أيام ونقدم قد دخل علينا وإيه أصلا تعبانا مش حاضرة السماء طيب حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال آخر أستاذ الردوى لا شكرا عمو من غسيل الأسنان أثناء الصيام جائز ولكن بشرط لا يدخل شيء من هذا المعجون إلى الحلق لأنه لو دخل شيء من المعجون إلى الحلق فالصيام كده واجب عليك أن تقضي يوما غير هذا اليوم يبا كده الصيام إيه فسد طيب أستخدم إيه يعني لو في سبحان الله كما أخبرنا النبي ومن هدي النبي السواك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبنى لو هستخدم المعجون معجون السنان أكون حذر جدا إن ما فيه شيء من المعجون ده يدخل إلى الحلق وإلا فسد الصوم وتقضي يوم غير اليوم أختي في رمضان كانت حاملة وأفطرت عشرة أيام وقضت ثلاثة بعدها سبعة أيام طيب طبعا وكان فيه حم وبعد كده وضعت وبعد كده فيه رضاعة طيب يا عم الشيخ تعمل إيه في السبعة أيام تقضي عن كل يوم إفطار مسكينا من المسلمين عن كل يوم إفطار مسكين طيب قد ده الفطر يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها في واحد بفطر بخمسين جنيه وفي واحد بفطر بعشرين تمام فإذا كانت هي مثلا من أوسط ما تطعمون أهليكم هكذا قال ربنا سبحانه وهكذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبع لقد ما تفطر هي ما يكفيها وجبة الفطور بتخرج عن كل يوم إطعم مسكينا إن شاء الله ما زلنا مع رمضان كيف نستقبل هذا الشهر المبارك أخي الحبيب قدم لنفسك وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما إلى جنة عدن أو في المهالك هالك الحبيب النبي فيما يروي عدي بن حاتم يقول رسول الله والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر أشأ منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر بين يديه فيجد النار تلقاء وجهه فاتق النار ولو بشق تمره طيب معنا الأستاذ محمد من بني سويف السلام عليكم أستاذ محمد السلام عليكم أستاذ محمد أستاذ محمد آه يا حبيبي مع حضرتك اتفضل ازيك يا مولان ربنا أستورك يا محمد أحيانا زيكم بس اتقالك يا مولانا بس اتفضل يا حبيبي صلى الله عليه وسلم احنا تصيحة أرض جنبنا جنب بيتك أنا واخوية ماشي سمعك يا حبيبي فطبعا أحنا نقشنا على أنا واخوية تاني أنا واخوية كنت بوله ما شات أخو ده فطبعا خد أخوية كبير واخد ملاه الأرض دي ملكي مين يا محمد الأرض دي ملك أبوية قد ملك أبوية ماشي أبوك توفي ولا ما زال على قيد الحياة لا موجود فطبعا كانت دمه وصحف واني بتناقش كده فطبعا حليفت علىها ثلاث مرات انني اللي أخدها واني ماخدتها فأرجوك عايزة تجوّبني فأنت مثلا تجوّدنا عليها مثلا كانت كفرة مثلا يعني مثلا أعديه المنفر واحد واني أعديه الست المسكين حاضر يا حبيبي حاضر ماشا مولانا أنا أستطيع منك الجواب عندما تلفزيون واني تصرح لحدا في كافة المسكينة دا الواحد يعني فصار دا كده أسنة دا مش بتعلم حاضر يا أبو حميد حاضر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلب بالله أو ليسكت ومن كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت الحج محمد من بن سويف طبعا ابننا أقسم يمين واليمين ده وجع وعايز يروح لأرض أبوه تاني أو عايز يشتغل فيها وطبعا كان حالف اللي هو ما ينزلهاش فيعمل إيه فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة يعني الله عز وجل يبدأ بإيه لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فإن لم تقدر على الإطعام فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم يبقى إما إني أطعم عشرة مساكين أو أصوم ثلاثة أيام طيب الإطعام قد إيه الإطعام يعني ستخرج عن كل مسكين حوالي عشرين جنيه يبقى حوالي ميتين جنيه تخرجها لإطعام الفقراء والمساكين من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا عم الشيخ الظروف على قدها وأنا مش هكدر أطعم الميتين جنيه ومش هكدر أخرجهم يبقى تصوم بعد رمضان إن شاء الله ثلاثة أيام ومش شرط يكون الثلاثة متواليات ولكن ممكن أن يكون متفرقات تصوم اتنين يوم الاثنين ويوم الخميس إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منك يا أبو حميد إن شاء الله معنا أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام حضرتك أنا حامل وجات لي رؤية في المنام الحمد لله بأصلي كامل لليه بأصلي الفجر إن شاء الله تبارك الله جات لي رؤية في المنام أنا حامل بعد فترة يعني قعدت عشر سنين كده أخذ علاجه كده إن شاء الله فالمهم جات لي رؤية بسم الله الله وقبأ كده قالوا أني عبدالله أتنى جعلني نبيا وجعلني مباركا أنا قمت من النوم وقلت وأوصني بالصباتي والزكاتي ما دمت حيا وبرن بوالدتي وكملت الآية لحد وبرن بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكي يعني أنا صحت من النوم وأنا بكمل الآية لحد بك أريد أن أعرف الرؤية دي الرؤية دي بإسم المولود ولا بإيه بالزبط يا شيخ حاضر يوم محمد حاضر حاضر شكرا الله عز وجل يقول وإستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أم محمد سبحان الله يرزقها الله عز وجل بعد عشر سنوات هذا خير وهذه نعمة وأسأل الله أن يكمل لها على خير وأن يرزق كل من كان محتاجا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذرية الصالحة الله يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم يا أم أحمد نصيحة إليك أن تسمين هذا الولد إن كان ذكرا بعيسا فهذه رسالة يعني ورؤية طيبة إن شاء الله وسيكون فيه الخير وسيكون فيه الفلاح بإذن الله طيب معنا الأستاذة زينب بن أسوان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته ربنا يسترك أنت وأهل مصر أجمعين وحضرتك بالصحة والسلامة فضاليا زينب بصغب عن موضوع طويل ويمكن نطاق الحلقة بس أنا عايز أستفر عن حاجة فضاليا أنا بيقالي سبع سنين متجوزة وما فيه شخصهم بيني وبين جودي لحد إدراءة مخلفتش وموضوع الخلف بيأجل فترة وبعد كده يعني ليه سبب طبي؟ يا أستاذ زينب تأخر الإنجاب ليه سبب طبي؟ هو ليه كان أسباب بس دلوقتي مفيش أسباب تمام أزيلت يعني يا حضرتك أنا مشكلتي دلوقتي إن أنا حس إحساس غريب أنا ليه أسبوع بصلي استخاره في موضوع إن أنا أمفصل أو أكامل إن أنا مش متفهمة أنا وجوزي خالص لأول حاجة تاني حاجة إن أنا مش عارفة مش عارفة استمر في العيشة وحس أن أنا بظلم الرجل اللي معي هو على فكرة قريبة يعني مش بعيد حسن أنا بظلمه هل مثلاً أنا مثلاً لو انفصلت أو كاملت في موضوع اللي انفصلت هل أنا في ظلومة لي؟ أو مثلاً أنا كده بعمل حاجة غلط؟ حاضر ستجدين الخير إن شاء الله يعني بنتنا زينب نفسها في الإنجاز أقول لك يعني هي هدية من رب الأرض والسماء الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غثاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقاراً سيدنا الحسن البصري يجلس في مجلسه فيدخل عليه رجل ويقول أجدبت الأرض وأقحلت السماء ماذا أصنع يا إمام؟ قال استغفر الله دخل آخر فقال أشتكي كثرة الذنوب يا إمام قال استغفر الله دخل ثالث يقول أنا يا إمام أشتكي الفقر والعوز والحاجة قال استغفر الله دخل رابع وقال يا إمام وأنا أشتكي أنا عقيم يعني لا أنجب قال استغفر الله فتحجب الحاضرون وقال يا إمام أنت صاحب علم واسع أما عندك غير هذه الإجابة الواحدة؟ قال ألم يقل ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقاراً يبقى أول وصية 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 لك إن شاء الله والأستاذ المشاهدين الاستغفار ثم بعد ذلك إن لم تجدين الراحة مع الزوج فاستخير الله عز وجل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كانت حياتي مع فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فحببني في هذه الحياة وأدمها لي يا رب العالمين وعلق قلبي بها إلى آخر دعاء الاستخارة الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت الاستخارة فيها الخير في دوام العشرة كانت وإلا كان فيها الخير في الطلاق كان ولا حول ولا قوة إلا بالله معنا محمد السلام عليكم ورحمة الله يا محمد فضل يوم محمد عم الله يستلم حضرتك فضل بقول حضرتك أنا كنت نقول إنها لله إن أنا أسمي إبراهيم إنك إيه؟ إن ربنا رزقني أبو أولاد أسمي إبراهيم تمام ماشي فحضرتك بلوقتي رؤية بدقول جاتني ده عيسى فأنا كنت نادرة يعني قلت ربنا خرمني أبو أولاد أسمي إبراهيم فرأي حضرتك إيه؟ صلى على الحبيب على استطوى السليم سم ده عيسى وإن شاء الله القادم إبراهيم أبشيري بالخير الذي رزقك بالأول سيرزقك بالثاني إن شاء الله فالكريم من؟ الله سبحانه وتعالى سم ده عيسى هذا تفسير هذه الرؤية إن شاء الله سمي هذا عيسى وإن شاء الله الثاني سيكون إبراهيم بإذن الله أو سميه في الحكومة عيسى ودلعيه ولله إبراهيم يبا أنت سميت الاثنين إن شاء الله أسميه لد عيسى وأنا ديب إبراهيم زي إحنا ما بنعمل عندنا في الصعيد كده الناس أهل الصعيد أهل الجود والكرى ربنا بارك فيك يا أم أحمد يا رب قدم صدقة بين يدي رمضان لما أخي الحبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والرجل المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دنت الشمس من الرؤوس هناك من كان عرق إلى منكبيه ومن كان عرق إلى حقويه ومن كان عرق إلى ركبتيه ومن كان عرق إلى كعبيه وهناك من ألجمه العرق إلجاما هناك رجل في ظل صدقته وهناك امرأة في ظل عرش الرحمن هذه المتصدقة التي تصدقت بمالها على الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين من أمة الحبيب محمد أنت يا من تشاهدني الآن صلي على رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقات كيف هذا عندك مريض عندك بنت تأخر زواجها عندك ولد عاق عندك ولد عاق لك يعني يسيء لك المعاملة تصدق وقل يا رب هذه الصدقة اصلح بها ولدي زوج بها ابنتي استر بها عرضي يا رب فرج بها كربي سدد بها ديني ابراهيم أو عبد الله بن المبارك يجلس في يوم من الأيام فيأتيه رجل ويدخل عليه يقول يا إمام اشتكي قرحة في قدمي هذه القرحة منذ سبع سنين ذهبت إلى أمهر الأطباء من العرب والعجم وما زالت تنز القيح والصديد اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب ألبسهم تاج الصحة والعافية ببركة هذه الأيام المباركة وببركة شهر رمضان يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه فقال له اذهب إلى مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء فاحفر بئرا فإذا نبع الماء جفت هذه القرحة بإذن الله فذهب الرجل وسأل عن قرية فقيرة تحتاجون إلى الماء قالوا نعم فحفر بئرا على نفقته الخاصة فما إن نبع الماء وشرب المسلمون وشرب الطير والحيوان حتى جفت هذه القرحة وبرأ هذا المرض بإذن رب الأرض والسماء وإذا مردت فهو يشفين رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فإذا تصدقت بصدقة فقل يا رب اشفي بها مريضي يا رب استر بها عيبي اغفر بها ذنبي بل اسمع بعدما تصلي على رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله امرأة هذه المرأة كان عندها مرض غريب عجز عن وصفه الأطباء كانت إذا دخلت إلى البيت أصيبت بشلل لا تستطيع الحراك وإذا خرجت من البيت مشت على رجليها ومشت على قدميها مسرعة كأنها لم يكن بها بأس وفي يوم من الأيام ذهبت إلى أحد المساجد فصلت وسمعت الخطيب خطيب الجمعة يقول دهوا مرضاكم بالصدقات فما كان منها كان في عنقها عقد غالس ثمن فأخرجت هذا العقد وخلعته ووضعته بين يدي هؤلاء الناس القائمين على جمع التبرعات في المسجد وقالت هو لله طيب معنا الأستاذ حمادة من أسيوت السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك شيخ كل سنة وحضرتك بي وحضرتك بالصحة والسلامة وأهل أسيوت جميع الله يبارك لك يا رب ربنا أعلم بك يا ربنا أعلم بك والله يا شيخ معايا أمي ومعايا عمتي في البيت فتاة بنيين فأخذوا علاج فمعايا عمتي مصممة نتصوم أي رأيك يا شيخ حاضر أجيبك إن شاء الله يصحى ماذا طب فيها أي سؤال تاني يا حبيبي شكرا شكرا أنا وحضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة حبيبي خلعت هذا العقد ووضعته بين يدي القائمين على جمع التبرعات فأخذوه وذهبوا به إلى صائغ إلى صاحب المجوهرات وقالوا نريد أن نبيع هذا العقد فوجد فيه حجر من زجاج فخلعه حجر زينة يعني فسبحان الله ما إن فتح هذا الحجر حتى وجد فيه وريقة قد عمل فيها سحر لهذه المرأة فما إن خلعت العقد حتى نالت السعادة في بيتها وجاءتها الصحة والعافية بإذن ربها فيا أخي الحبيب لا تبخل الأستاذ حمد من أصيوت بيقول إن عمته مصممة على الصيام وهي مريضة سبحان الله الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كان هذا المرض يرجى برؤه فلا تصومين حتى يشفيك الله عز وجل طيب إن كان هذا المرض لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفاءه يعني لا قدر الله ورم أو سرطان أو لا أو وقال الأطباء ليس هناك شفاء والشفاء بيد الله عز وجل فأقول لك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني عند مرض لا يرجى برؤه لا يرجى شفاءه عجز عنه الطب الحديث فهذا يفدي عن كل يوم إطعام مسكينا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤت رخصه كما يحب أن تؤت عزائمه إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا ولا تعسروا فخذبوا الرخصة التي أعطاك الله إياها ولا تصوم لأنك لو هلكت يعني وقعت تحت طائلة من قال فيهم ربنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم والله يقول يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإن شاء الله تأخذين الأجر كاملا أيها الأم الحنونة التي تريدين أن تصوم رمضان وتقيم الليل إن شاء الله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فيما يروي أبو هريرة يقف بين الصحابة فيقول من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله يا الله أربح خصال فعلها سيدنا أبو بكر في يوم واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أبا بكر ومبشرا أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة فيا أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم استقبل رمضان بالتوبة بالاستغفار بالصدقة وكن دائما وأبدا وقل أحمد أحمد الله عز وجل أن بلغني رمضان اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين اللهم عنا فيه على الصيام والقيام اللهم عنا فيه على صالح الأعمال اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة